موسيقى إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية حيث اتهم الكريملين واشنطن بإشعال الأزمة بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أمريكية إلى كيف وقال دمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين أن الولايات المتحدة متمسكة بقتال روسيا حتى آخر جندين أوكرانية وأوضح بيسكوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي ستضرر بسوق الطاقة العالمية مشيرا إلى أن موسكو يمكنها تغيير مصار الصادرات للحد من خسائرها قالت روسيا إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة وذخائر سيزيد من مخاطر وقوع مواجهة مباشرة وصرح نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريبغوف بأن موسكو تنظر إلى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بشكل سلبي وقد أوضح في هذا الإطار بأن هذه المساعدات تضر العلاقات بين الدولتين وأكد في هذا الإطار نائب وزير الخارجية أن هذه المساعدات تشكل تهديد سلبي وأشار إلى أن الولايات المتحدة لسنوات عديدة لم تحاول فعل أي شيء من أجل إيجاد حل للصراع الأوكراني أكد رئيس الأوكراني فلادامير زلانسكي أن قواتي أحرز تقدما ملحوظا أمام القوات الروسية في مدينة خيروسون بالقرب من شبه جزيرة القرم وقال زلانسكي أن القوات الأوكرانية تتقدمون في أجزاء من مدينة خاركيف شرقي العاصمة كييف مشيرا إلى أن تلك القوات تتصدى لضغوط تمارسها القوات الروسية في ساحات الصدام الرئيسية في الوقت نفسها أكد رئيس الأوكراني أن جيش بلاده يخسر ما بين 60 و100 جندي يوميا في القتال الدائر مع القوات الروسية قالت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تقتربت أكثر من وسط مدينة سفردانسك الشرق أوكرانيا وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية ربما تضم مقاتلين من الشيشان قد سيطرت حتى الآن على أكثر من نصف المدينة من جنيب أعلن حاكم منطقة لوهانسك سيرجي جايدي أعلن أن القوات الروسية تعزز من مواقعها وسط مدينة سيفردانسك مشيرا إلى أن القوات الروسية ستقوم بهجمات أيضا في الأحياء الشمالية والجنوبية والشرقية في البدينة الاستراتيجية أكملت روسيا اختبار ساروخ روزة وتفوق سرعة هذا الصاروخ سرعة الصوت وهو من طراز تسيرقون وأوضح قائد الأسطول الشمالي الروسي ألكزاندر الموسيف أن فرقاطة الأميرال جلوكوفو ستصبح أول فرقاطة مسلحة بشكل دائم بصواريخ سيرقون والذي سيتم نشره قبل نهاية العام على فرقاطة جديدة بأسطولها الشمالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قررت الولايات المتحدة إرسال قاذفات صواريخ متطورة لأوكرانيا وكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كتب أن واشنطن ستزود الجيش الأوكراني بأنظمة صاروخية تمكنهم من إصابة الأهداف الأساسية بشكل أكثر دقة في ميدان المعركة في حين شدد الاتحاد الأوروبي الطوقى الاقتصادية مع فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو تنس خصوصا على حظر على النفط الروسي تتقدم واشنطن على صعيد الدعم العسكرية الولايات المتحدة قررت إرسال قاذفات صواريخ متطورة لأوكرانيا لتثبيت أقدامها شرق البلاد حيث كتب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز أنها ستزود الأوكرانيين أنظمة صاروخية أكثر تطورا وذخائر مما سيتيح للقوات الأوكرانية من أن يصيبوا بدقة أكثر أهدافا أساسية في ميدان المعركة ولم يوضح الرئيس الأمريكي عن أي نوع تحديدا من الأنظمة الصاروخية يتحدث لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن الأمر يتعلق براجمات صواريخ من طرازه مارس والتي يصل مداها لثمانين كيلو متر فقط على الرغم من أن الجيش الأمريكي لديه صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات كيلو مترات ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية داخل أوكرانيا تحرص واشنطن على تزويد كييف بصواريخ قصيرة المدى لأنها تريد أن تضمن أنها ستطال أهدافا داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية حيث أوضح البيت الأبيض أن هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسية على الأراضي الأوكرانية لكنها لن تستخدم ضد الأراضي الروسية أعلن المستشار الألماني أولف شالتز أن ألمانيا ستقدم أنظمة إيرباستيه الحديث لدفاع الجوي إلى أوكرانيا وقال جولتز في خطابه أمام البرلمان الألماني بونستاج أنه بمساعدة هذه الأنظمة ستكون أوكرانيا في وضع يسمح لها بحماية مدينة رئيسية بأكملها من الهجمات الجوية الروسية وأضاف جولتز أن ألمانيا تعهدت بمنح أوكرانيا رادار تعقب قادر على اكتشاف مدافع الهاوتر ومدافع الهاون والمدفعية الصاروخية وأكد المستشار الألماني أن برلين سترسل قاذفات صواريخ متعددة إلى أوكرانيا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة موضحا أن هذه الأنظمة لن تكون قادرة على استهداف الأراضي الروسية أعلنت بولندا أنها استقبلت حتى الآن ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأوضحت وكالة حرس الحدود البولندية أن نحو 22 ألف وخمسمائة لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد خلال 24 ساعة الماضية مقابل 20 ألف وثمانمائة لاجئ باليوم السابق عليه يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفرين من بلادهم يتم بموجب منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى تعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف إن الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد مرور ما يقرب من 100 يوم منذ اندلاعها أحدثت عواقب وخيمة على الأطفال بنطاق وسرعة لم نشهدهما منذ الحرب العالمية الثانية وأفادت المنظمة الأممية وفقا لبيان لها بأن هناك ثلاثة ملايين طفل داخل أوكرانيا وأكثر من 2.2 مليون طفل في البلدان المضيفة للاجئين بحاجة الآن إلى المساعدة الإنسانية مشيرة إلى أن حوالي طفلين من بين كل ثلاثة أطفال نزحوا بسبب القتال أوضحت اليونساف أن 262 طفلا على الأقل قتلوا وأصيب 415 منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي قالت شركة جازبروم الروسية لإنتاج الغاز قالت إنها قطعت الإمدادات عن شركة أورستاد الدينماركية وشركة تشيل انرجي بموجب عقدها لتزويد ألمانيا بالغاز بعد عدم ساداد الشركتين للمدفوعات بالروبل الروسي وأوقفت جازبروم بالفعل الإمدادات إلى شركة تجارة الغاز الهولندية جاستيرا وكذلك إلى بلغاريا وبولندا وفنلندا بعد رفضها دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي كما طلبت موسكو ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب العملية العسكرية بأوكرانيا وقالت شركات ألمانية وإيطالية وفرنسية إنها ستشارك في خطة السداد الروسية لضمان الحفاظ على الإمدادات قال وزير الخارجية الدينماركي جي بي كوفاد إن الحكومة ستطلب دعم البرلمان اليوم بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلس شمال الأطلنطي النيتو هذا ومن المقرر أن تقرر دينمارك أيضا اليوم ما إذا كانت ستنضم إلى السياسة الدفاعية للإتحاد الأوروبي وقد قررت السويد وفنلندا في هذا الشهر تقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلنطي وتعهدت كل من الدينمارك وألمانيا بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي ترجمة نانسي قنقر